الواحد لما بيجي يكلم البنات سواء في مرحلة إعدادي وسنوي حبيبي على موضوع البشرة تلاقي بتقول إعدادي مخدودين كده وتقولك إيه ده ونعمل إيه بس لا ده كبير على لا مش كبير لا لازم تتعلمي من دلوقتي النظافة لازم تتعلمي دلوقتي اللي اعتنق بنفسك وبمظهرك لازم تتعلمي من دلوقتي وأنا أدعو كل أم صراحة إنها تغرز اليوم ده بيبقى ام تقرط مش عايز أقول لكم ظريف جدا طبعا المبخ بيتبعدل والدنيا بتتبعدل بس مش مشكلة هو يوم لكن أولادك ما بينسوهوش وبيفضل اليوم دوت حاجة في ذاكرتهم ما بتتنساش مش هنيجي نكرر بقى حفل المبيت مش هنيجي يوم نعمل يوم دلع البنات ونعمل احنا نانسينا إن احنا بنات طب يلا تعالوا تعالوا أنا بدعم بيبقى مرة في كل شهر بس طبعا بتتشال مبايلات عشان اللي بيحصل بقى والكلام فالفكرة إن احنا يبقى دي حاجة مترسخة تروح بيت أهلها آه طيب أرجع تاني للأخ اللي كان في الردود بتاع رأي ناس هو بيقول الحالة المادية مش شرط على فكرة مش شرط وانا هقول لكم في آخر الحالة شوات حلول تحفة جدا لكن مش شرط إنه يبقى عندك لا 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 ده بالبساطة زي وتفتكروا قصة الغرفة اللي أنا قلتها لكم ديت وجميلة آه وانسة آه وانديفة وريحة المكان تحفة آه ما يهمهاش الدنيا الخارجية عاملة إزاي هارفون كده ما بتبقوا ماشيين في طريق جبل ولا حتة مثلا كلها بالسيراميكو أو أي أرض وتبص تلاقي طالع وردة كده أو طالع زرع كده ما بين الطوب وما بين الجبال آه هو كده الأنسة كده تروح في أي مكان تجمله تروح في أي حتة يبقى المكان ده حلو على فكرة لا البيت ده في واحدة ستة البيت ده في كذا لكن نخش نلاقي الدنيا متبهدلة ونلاقي كل حتة ونتزرع بقى بإيه بالأسباب والمباررات اللي ما شو أي لازمة ده أصل إحنا ما عندناش أصلنا الأولاد جميل جميل بس لازم في حلول ما تنسيش نفسي ما تقومش بكل الأدوار انت مش راجل في راجل في قلب البيت في مهام المفروض هو يقوم بيه وإحنا تكلمنا كتير جدا على تفودي المهم وإزاي يعني الموضوع الاتكالي أو معالجته أو إزاي أنه يبقى البيت فيه نعم المشاركة يا جماعة وميبقاش كله عليك و لو كله عليك فعلا مش هتلاقي وقت لنفسك صدقيني مش هتلاقي وقت لنفسك وهيبقى صعب جدا 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 أنك ترجعي تاني تقول لي شو في شكلي عاملي زين واحدة من اللقاءات كنت بعمل يعني المحاضرات ففي واحدة من المحاضرة بتقول لي إيه بتقول لي تصدقي أنا عمري كم سنة قلت لها يعني ما عرفش قولي طبع العمري عند الحريم ده مش كله يعني عايز تقع وتخبط الدنيا فيك يبقى عند الحريم ده كرسة فجدت قولي قلت لها لأ يعني شو في شكلك صغير وقلت لازم تجامل اوقع عن تقول الحقيقة فرعدت قالتلي تخيالي إن أنا أصغر من الفلانة طبعا واحدة كانت قاعدة قلت لها والله بجد قالتلي اه أنا أصغر منها وانا باين إن أنا جدتها قلت لها طب ليه قالتلي انسيت نفسي ايو هتنسي نفسك ايو هتنسي الهدف الأساس انت أونسة والله الذي يلاقي لها غيره ان انت أونسة طلعت شرقتي غربتي اخدتي محاضرات روحتي مش عارف بقيت الدكتورة الأستاذة السفيرة الوزيرة كل القصص دي انت أونسة في الأول وفي الآخر لكن أنسى أنستي بقى واسترجل ولا واركب شنب ومش عارفة وروح فين وانا أصلي كذا البت الجدع ايه علاقة انها تبقى جدع ومحترمة وكويسة وأنسة لا الجدع هي الجدع اللي عمالها تخد وتعمل وبتتكلم لا 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 أنسة لما بنيجي يعلموا فن البروتوكول والإتيكات ده في جميع الدول لما بيجوا يعلموا حاجة زي كده للأعضاء الدبلموسيين مثلا والكلام بيبقى فيه شكل للقاعدة وشكل تقومي ازاي ازاي تنزلي من العربية ازاي تخش تحطي ازاي قادي ترتيب الشوك وترتيب المعالي الكباية بتاعة المية فين الكسات بتبقى فين وفيه طريقة للكلام وفيه طريقة الردود لما الواحد يقول ده ده المفروض ده علم ده علم كل الناس تاخده واولى بيه الحريم صراحة احنا عايزين نرجع نشوف الحريم تاني احنا مش عايزين نشوف تقول لك والله انا مش فاكر اخر مرة زوجتش خلعت الامطة اللي بتحطها على رأسها ديمت على طريق الكحكة والامطة تقول امطة ايه صدو بيها ايه الامطة يعني صدو بيها الربطة دايما من رأسها تقول لك اما خلص اللي انا فيه وتيجي بره تتأنق او تلبس او كذا لأ 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 احنا بره عبعال بره انت لابسها وشيك برده بس بحجابك وسمتك الجميل لكن جوه البيت ما تنسيش نفسك شكرا